كان لي سبع أخوات وأربعة أخوان لما توفي والدي كلهم كانوا قصر ما عدا عبد الله يرحمه وأختان كل هدول اجتمعنا مع بعض في تجارة واحدة وفي اسم واحد إلى يومنا هذا والحمد لله وكأن والدنا لم يمت إلى الآن إذن مرست تجربة الإبتعاث ورجعت أيضا وكلك بعض المهام في سن مبكرة من قبل الوالد لكن في عمر العشرين سنة تقريبا انتقل الوالد إلى رحمة الله وكانت نقطة انتقالية أيضا في حياتكم كأسرة حدثني عن ذيك الفترة وأبرز التحديات اللي كنت تشوفها أمامك طبعا كانت التحديات كثيرة لكن بفضل الله سبحانه وتعالى تقلبنا عليها من خلال وجودنا في بيئة صالحة الحمد لله ونفذنا وصية الوالد وكان جول السلاعين هم جلوس الوالد وبالتالي كانت أمامنا تحديات كبيرة كان فيه سيناريو سيناريو أنه أنت تستمر في العمل والطورة وتحسن وسيناريو آخر أنك ممكن أنك تنغمس في الملذات وينتهي كل شيء كان سيناريو وين حقيقة المفروض تصير حمنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل القيم التي زرعها الوالد فينا والبيئة التي عيشنا فيها وأيضا تهيئته لنا من خلال التعليم خارج المملكة ومن خلال التعليم أيضا داخل المملكة ومن خلال ما كان يقدمنا كل هذه العيق أثرت تأثير كبير فينا وبالتالي كان أمامنا خيارات عدة كان أمامنا تجارة فيها موات غذائية وفيها ملابس وفيها عقارات وفيها أسهم كيف نستطيع لنا نتعامل مع هذا الأرض؟ قلنا أول شيء نحل مشاكلنا الداخلية كأسرة يعني كأسرة إذا عندنا مشكلة ما نستطيع نمشي هذه حاليناها بالتنازل والاعتذار وانتهينا منها خلصنا بسرعة على طول يعني الواحد ما يفكر بس مصلحت الشخصية سواسية يفكر أيضا في الأخوان سواسية ما عندنا مشكلة ورحنا للمحكمة وطلعنا نسك حصر إرث فصار شغلنا عمل اعترافي نظامي مرتب كيف جاء؟ لأنه تعلمنا الترتيب من التعليم كنت أيضا في الخارج أسمع أن الشركات العائلية العربية عندها تركيزات متعددة تجدهم يشتغلون في كل شيء بينما الشركات العائلية الأجنبية يركزون على حاجة معينة يا هاتف يا مدري إيش يعني أي شغل متخصصة تكون متخصصة إحنا قلنا نبغى نتخصص على الأقل شيء فعلا تخصصنا في لكن لا يمنع أننا نشتغلنا أيضا في أشياء أخرى نعمل في العقار بعقلية تجارية نعمل في العقلية تجارية نعمل في بعض المواد الغذائية لكن حبينا أن نكون تخصصنا في الأشمغة والملابس ونجيب نركز عليه كان هذا قرار ينوي أخوي عبد الله وفعلا الحمد لله مشت الأمور تماما وإلى درجة الناس كانت تمسك سرة على أشمغة البسام يمسكون سرة السبعينات الميلادية من جودة البضاعة وجودة السعد عيضان في نفس الوقت مشت الأمور هذه هذه الأسس التي نركزنا عليها والحمد لله إحنا اخترنا السيناريو الثالث والتطوير وكلها أسباب متعددة منها مثل ما قلت لك أنه الاستقرامة وجلساء الوالد ونصائح الوالد لنا من قبل وأيضا استثمارا في تعليمنا وأيضا إعطائنا الفرصة في تحمل المسؤولية وعمل بعض الأشياء أو بعض المشاريع الصغيرة التي حتى وإن أخفقنا فيها إلا أن نستفدنا منها درسا هذا أهم نقطة هذه هي العوامل الرئيسية التي خلت الاتجاه يتجه تصاعدي إلى الأفضل ومشينا على التصاعد الحمد لله إلى اليوم هذا الحمد لله